اشتركوا في القناة من أبوها مختلفة شوية رغم كل اللي عملوا وبيعملوا فيها هي خايفة عليه وقالت لنا في رسالتها مش عايزة بابا يتعذب في الدنيا ولا في الآخر طب إيه اللي بابا عمله وخليها تقول كده ليه تعالوا نسمع قصة النهاردة من أولها ونشوف بسمة بعت تقول لنا إيه اسمي بسمة وعندي 19 سنة بدرس حاليا في كلية التجارة ترتيبي في البيت الأخت الوسطنية ولي أخت أكبر مني وأخت أصغر مني بخمس سنين أول ما بدأت أو على الدنيا لقيت أهلي أسين جدا علي أنا وأختي كبير كانوا دايما بيضربونا بالخرزانة اللي بتضرب بيها الحيوانات لدرجة إن جسمنا كان بيزرق ما كانت ضربة رغم إن أهلي كانوا معاهم فلوس بس كانوا بيحرمونا أنا وأختيك كبيرة من حاجات كتير ولما كان بيبقى نفسنا نخرج أو نشتري لعب أو أي حاجة نفسنا فيها زي الأطفال كانوا بيقولوننا أنتوا تاكلوا وتشربوا بس لما كنت أغلط أي غلطة حتى ولو بسيطة كانوا ما بيخلونيش آكل وروح المدرسة الصبح من غير مصروف كنت بفضل جعانة وبعد ما بخرج من المدرسة كنت بروح لأمي شغلها عشان أساعدها ولو سمحوا لي أكل كانوا بيحبسوني في الأوضة ويدخلوا لي الأكل ويسيبوني مرمية لمدة أسبوع ولو في رمضان كنت برضو باكل لوحدي في الأوضة طول الشهر وافضل في حبستي أسمعهم وما بيتفرجوا برع تلفزيون ويفضلوا يتحاكوا ويهزروا وأنا قاعدة بعيط بابا كان متعاود يضربني أنا وأختيك كبير لما نروح في النوم لدرجة أنه كان بيصحينا الفجر ويفضل يطحن فينا لما كان أهل أمي يتدخلوا لأننا عايشين في بيت عائلة كان بابا بيتخنق معاهم وهم كانوا غلابة جدا فكانوا بيسكتوا كان بيلسعنا بالنار في جسمنا وساعات كان بيربطنا ويسيبنا في البلكونة في عز البرد وكل ده على غلطات بسيطة جدا زي مثلا أنا وأختي كبيرة تخنقنا خنقت أطفال الوحيدة اللي ما كانتش بتضرب معنا هي أختي الصغير بس لما بدأت تكبر شوية انضمت لقايمة قايمة المعذبين بتاعتنا بيتعذب معنا بأبشع طرق الضرب لأنا محتاجة أقف فينا شوية لأن احنا محتاجين نعلق على قصة طيب بابا فيه أب ممكن يعمل كده في أولاده عشان خنقت أطفال بيدربوا بعض أو بيتخنقوا على حاجة ولا ممكن يكون فيه أسباب تانية ورا الأسوة دي تعالوا نكمل أنا وأخواتي كنا مش فاهمين إزاي بابا وماما ممكن يكونوا بالأسوة دي علينا وليه بيعملوا كده مع بناتهم بس لما كبرت شوية فهمت السر ورا كل ده بابا يا سالي كان محامي مرتشي مستعد يبيع الموكلين بتوعه أو يعمل أي حاجة عشان الفلوس وكان إنسان شكاك بطبعه عشان كده كان دايما يشك في ماما لدرجة إنه كان بيدور في البوك بتاعها فمرة لقى فيه كرت مطبوعة من الكروت اللي هي بتتفرق على الناس في الشارع كدعاية للمحلات شك فيها فضل يضربها خبطها بكوباية إزاس في دماغها وكمان حتة من الكوباية جات في دماغ قوتي الصغير وراحوا إلى مستشفى وبشكل عام كان بيدرب أمي كتير قوي قدامنا وأمي كان بتتعب في الشغل بتتعب من معاملة بابا فكانت بتطلع غلها كله فينا لحد ما بقى جوايا طاقة كلها غل من اللي بيحصل فيه مش عارفة طلعها فين لما كنت في ربعة ابتدائي اتعودت أسرق أمي في الأوقات اللي كانوا بيحرموني فيها من الأكل أو المصروف لما أمي عرفت إن في فلوس اتسرقت منها قال لي عايتني هدومي أنا وأختيك كبيرة قاعدت ضربنا لحد ما كنا هنموت لما جي بابا من الشغل وعرف ضربنا تاني وأنا ما كنتش قادرة اعترف إن أنا اللي سرقت الفلوس وأختيك كبيرة اتظلمت واتضربت معايا بس أنا كان غصبا عني من كتر الضرب بقيت مش بعرف أتحكم في أعصابي بقيت بعمل حمام على نفسي من غير ما أحس رغم كده كنت بتعير من أهلي مع إنهم السبب وفضل أبويا مكمل في معاملته السيئة لدرجة إنه ساعات كان بيضرب أمي في الشارع والناس يفضلوا يتفرجوا ومحدش قادر يحوش عنها أما أمي ومن بعد ما تعذبت كتير من أبويا ربنا هداه ما بقيتش تضربنا وخدت قرار إنها تتطلق وأنا فيقول عدادي أختيك كبيرة كانت في ثلثة سنوي عام وبابا مرضيش يصرف علينا ورمى بناته الثلاثة كانش معانا أخ يحافظ علينا أمي فضلت تشتغل تصرف علينا وبابا راح اتجاوز واحدة تانية وجي هو وعمامي وخدوا العزال بتاعنا وسبونا نايمين على الأرض بعدها بحوالي شهرين أمي جمعت فلوس واشترت لنا سرير جاهزة الشقة من الأول جابت أجهزة تستعملها في البيت بابا لما عرف جي تكسر لنا كل حاجة وقطع لماما هدومها قطع المرتبة بتاعت السرير تكسر كل حاجة لما روحت اشتكي العمي مرضيش يجي معانا وقال لي أنا ماليش دعوه أختيك كبيرة كان فضل لها كم شهر وتتجاوز مع إنها كانت شطرة جدا كان نفسها تكمل تعليمها بس هي تعبت من اللي بابا عمله فينا رغب منها كانت بتحب ابن خالتي جدا وجي تقدم تقدم لها زي ما وعدها لكن بابا ما وفقش عليه حتى لما حاول كتير وتقدم كذا مرة برضو بابا ما وفقش اضطرت أختي ترضى بواحد مش بتحبه عشان تخلص من اللي هي فيه وخرجت من التعليم وتجوزت وبعد جواز أختي بقيت أنا كبيرة في البيت بقى يحصل لي كل حاجة وحشة لحد ما بابا قرر إنه يرجع تاني لماما بعد ما وريها الويل هو اتغير للأحسن بس اتغير بمعنى إنه بقى يدينا فلوس عشان نجيب الحاجات اللي محتاجينها لكن شخصيته لسه زي ما هي نفس الضرب والتعذيب وحرقة القلب رغب من نبوي يشكك زي ما قلت لكم بس لحد دلوقتي ما يعرفش إنه صاحبه وعشرة عمره وجارنا كمان حاول كذا مرة يختصبني وأنا كنت بخافة أقول لما قلت الأمي ضربتني وقالتلي ما أقولش أي حاجة لما كان صاحب بابا بينادي علي عشان أجيب له حاجات وما كنتش برده أروح كان بابا بيزعق لي ويخليني أروح له وأشتري له اللي هو عايزه وجارنا كان بيفضل يشدني إني أدخل الشقة أما خلصت تالت عدادي كنت أجابه مجموعة عالي جداً كان نفسي أدخل سنوية عامة بس بابا وماما رفضوا أنا ومش معانا فلوس نصرف عليك رغم أنهم معاهم فلوس بعدها فضلت أروح الجماعيات اللي بتساعد عشان أكمل تعليمي بس محدش ساعدني اضطريت أدخل سنوية تجاري لحد ما الحمد لله أثبتت نفسي وبقيت من الأوائل دخلت كلية التجارة لكن رغم الإنجاز ده مش عارف أسامح بابا ودي حاجة مدايقاني جداً بس فعلاً غصب عني ورغم كده مش عايزة أتعذب في الدنيا ولا في الآخر يا سالي وهو كمان مش هيلزم بي أنا الوحدي ده شايلزم بناس كتيرة جداً لأنه كان بيأخد رشوة عشان يعمل خدمات شمال للناس مش بيحب حد يكون أحسن منه وقزى ناس كتير اتكلم على ناس كتير وقزني أنا وأمي واخواتي ودلوقتي جدي اللي هو والد بابا جات له جلطة وبابا بدل ما يساعده ويكون باربي ويفضل يدعيله بيدي عليه ويقول إنه هو بيكرهه لأن جدي كمان كان برضو بيعزب بابا هو صغير أنا نفسي أسامح بابا بس مش عارفة خايفة عليه قوي من العذاب قولولي أعمل إيه رسالة حلوة لحد هنا خلصت رسالة بسمة رسالة كلها مشاعر متلغبطة فيها أنواع وتصرفات وحاجات كلها متنقدة ما بين إنه ضرب شك أهر تعذيب رشوة كفاح عزيمة إصرار مش عارفة عديلكو خيانة غدر أهر وهي دي أكتر حاجة أنا شفتها اكتشلي لو عايزة أتكلم عليها أكتر حاجة بس اللي عجبني في الرسالة إنه رغم كل اللي هي شفته ده قدرت إنها تنجح وعندها عايزة تبقى حاجة ودي حاجة حلوة بس هي بتقولنا إزاي تتصرف مع باباها طب فيه أمل إنه بابا ممكن يلحق نفسه يرد المظالم اللي هو عملها مع الناس دي كلها وبدل السيئات دي كلها والله خلاص اللي زيده عمره ما هيتغير طب لو ما تغيرش بس مما ميتها واخواتها يعملوا ايه طب هو اللي طلع بيتضرب لازم يضرب عياله بقولكم ايه هو إحنا مش زمين وإحنا صغرين ساعات كنا منضرب أكيد مش ضرب اللي أنا شفته ده بس كنا ممكن نضرب مش عارف ايه ليه الجيل اللي جاي يمكن من كتر السوشيل ميديا أو إن إحنا في عصر التكنولوجيا ما بقاش مستحمل بقى أغلبية القصص اللي بجلنا هنا بجد يا جماعة بتلاقوا الجيل اللي هو جيل المراقين بتشوهوا المستقبل بقوا حساسين بالزيادة أو إحنا اللي كنا بنعدي ونسكت أسئلة كتيرة قوي هنحاول نجاوب عليها بس بعد الفاصل استنونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر